اشتركوا في القناة في أوروبا أقدمها لكم من داخل مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل في الثاني من فبراير شباط من العام الجاري نشر أندغي فلاو الوزير البلجيكي للميزانية والخدمة العامة تغريدة يقترح فيها ترقية وتدريس اللغة العربية في مدارس بلاده ما أثار موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام البلجيكي وبين النخب السياسية بل تجاوز هذا الخبر غير المسبوق حدود بلجيكا ليتسدر صفحات كبريات الصحف الدولية وراحوا يخلطون بين اللغة العربية والإسلام والهجمات الإرهابية ومسألة اللجوء والهجرة والحرب في سوريا وليبيا وداعش والقاعدة وبوكو حرام وطالبان والنزاع العربي الإسرائيلي نعم جملة صغيرة في تغريدة وزير بلجيكي نشرها بعد لقاء جمعه مع الوزير المغربي لشؤون الهجرة أصبحت تقريبا قضية دولة للوقوف على هذه القضية أستضيف السيد أندري فلاو الوزير البلجيكي للميزانية والخدمة العامة وهو صاحب التغريدة التي حولها مهاجميه من لفتة تعايش وانفتاح إلى ناقوس خطر على أمن واستقرار البلاد وجدير بالذكر أن أندري فلاو تقلد عدة مناصب عليا في الدولة بينها وزير الدفاع ورئيس البرلمان البلجيكي ومعروف عنه أنه مساند لفلسطين وكان أحدث عام 2008 موجة من الغضب لنعته إسرائيل بالدولة الناسية مرحبا بك سيد فلاو وشكرا لوجودك مرحبا سيادة الوزير كيف تتحول تغريدة صغيرة اقترحت فيها تدريس اللغة العربية إلى تقريبا قضية دولة أعترف لك وبكل أمانة بأنني وأن أكتب هذه التغريدة لم يكن بالتأكيد الهدف منها هو خلق هذا اللغة لقد كان الهدف منها ببساطة بعد أن قمت ببعض الاتصالات وبعد أن استمعت للعديد من الأشخاص هو أن أعبر عن ضرورة تقديم مقترح وأن أروج له بصورة ما على أساس الاختيار وليس الإلزام وليس أن تحل اللغة العربية في بلدنا محل اللغات الوطنية الفرنسية والهولندية والألمانية وليس لفرد ذلك قمت بهذا العمل لأني شعرت بضرورة القيام به وهو يندرج في المعركة التي أخوضها منذ سنوات عدة من أجل العيش معا ومن أجل المواطنة وبعد أن كتبت هذه التغريدة التي أثارت العديد من ردود الأفعال القاسية والعنيفة في بعض الأحيان من الذي أشعل النار؟ خصومك السياسيون؟ الدوائر الإعلامية؟ أم شبكات التواصل الاجتماعي؟ لقد صدر رد فعل سريع من عدد محدود للغاية من الخصوم السياسيين لكنه سرعان ما هدأ ثم تحمست بعد ذلك شبكات التواصل الاجتماعي على أساس تفسير خاطئ ولكن حين نريد ضرب الكلب نجد دائما العصى يقولون أنني أريد فرض اللغة العربية في مدارسنا أريد أن تدرس في مدارسنا بدلا من الفرنسية والهولندية وهو شيء غير صحيح على الإطلاق لكنه اختيار مثله مثل أي اختيار آخر رددت عليهم بسخرية أنني لو كنت قد اقترحت تعلم اللغة الصينية لكنت حظيت بالإشادة أنا أرى اليوم على سبيل المثال في بلديتي أن المدرسة الثانوية تقدم دروسا في اللغة الروسية ولا يعلق أحد على ذلك وبالتالي فكلمة العربية هي التي تسبب هذا الخوف لقد قال أحد المدونين لأن المدونين لا يتسمون جميعا بالعدوانية ولا يتسمون جميعا بالحدة أو بأشياء أخرى لقد قال هذا المدون إنني رفعت غطاء القدر الذي كان يحتوي على مكونات كثيرة تغلي لهذا السبب ليس إلا فأنا راض عن قيامي بهذا العمل حيث أنه حين يكون لديك قدر به مكونات تغلي فأنت إذن لم ترفع الغطاء عنه فإنه سوف ينفجر في وجهك وبالتالي فقد كان هدفي أيضا هو المشاركة في شعور ما في إطار السمرار عمل ما لكنني تأكدت بعد ذلك أنه ينبغي أن يكون هناك من يقوم بهذا العمل في وقت ما لذلك فأنا لست نادما على شيء فإذا كان علي إعادة هذا العمل مرة أخرى فسوف أكرره لأنني أعتقد أنه يجب على الرجال والنساء من السياسيين أن يتحلوا بالشجاعة للسباحة ضد الطيار يجب أن تكون لديهم الشجاعة لعرض بعض الأمور التي لا تروق للجميع يجب أن تكون لديهم الشجاعة للتصرف بغض النظر عن أي مصلحة انتخابية البعض قال إننا نفعل ذلك من أجل المصالح الانتخابية فربما لو كنت نائبا عن بروكسل كان سيقال لي إنني فعلت ذلك من أجل الانتخابات تحسبا للانتخابات المحلية وأنا في منطقة قد يكون فيها ما فعلته غير مثمر لكن لا يجب أن نمتنع من أجل ذلك عن العمل لأنه في اليوم الذي يتبنى فيه الرجال والنساء من السياسيين تذابدب الرأي العام أو ما تجني ثماره على مستوى الانتخابي ففي هذه اللحظة ينبغي تغيير المهنة في الواقع أنت تقترح تدريس اللغة العربية أم نشر الثقافة العربية علي أن أقول أن الأمر ظل غير واضح بعض الشيء بالنسبة للرأي العام العربي أولا يجب اكتشاف الثقافة والأسلوب الأمثل لاكتشافها يتم من خلال اكتشاف اللغة والتدريب عليها وبالتالي ممارستها فالثقافة واللغة مرتبطتان ولكن ينبغي البدء من نقطة ما فمن الملاحظ على سبيل المثال هو أن بعض الأطفال الذين أتوا من المغرب أو من بلاد أخرى لا يفهمون لغة آبائهم أو أجدادهم أو الآخرين في فناء المدرسة فربما يرغب بعض البلجيكيين في تعلم اللغة مبكرا لاكتشاف ثراء الثقافة التي أثرت بشدة على ثقافتنا وبالتالي فهناك إثراء في تعلم لغة إضافية وهذا الإثراء لا ينبغي أن نفرده ينبغي أن يتم من منطلق التطوعي في الحقيقة فإن هذه الإمكانية موجودة منذ 15 عاما إلا أننا للأسف لا نشجعها بالقدر الكافي فهي ليست معروفة بما يكفي وبالتالي يقال لنا أن التجربة لم تنجح فلنحاول أن ينجح هذا الأمر في وقت ما هذا هو مسعايا البراغماتي لنذكر بالسياق الذي تمت فيه التغريدة لقد نشرتها بعد اجتماعك بوزير الهجر المغربي أليس كذلك؟ نعم ولكن ليس هذا فقط ما حفزني على كتابة التغريدة إنه أحد العوامل إنه نقطة في خط زمني كما ذكرت منذ سنوات وأنا أسر على أن يكون لدينا عرفان بالجميل وأن نتذكر على سبيل المثال هؤلاء الجنود السنغاليين والتونسيين والجزائريين والمغاربة الذين جاءوا عام 1940 وحتى خلال الحرب العالمية الأولى جاءوا ليستشهدوا على أراضينا هناك أفلام تناولت هذا الموضوع مثل مراد يوسف كما أن هناك في فرنسا في مدينة شيستر حيث يقام كل عام في شهر مايو أيار احتفال كان في بداية فرنسي بلجيكي سيرف عسكري تماما تحول بعد ذلك إلى احتفال متعدد الثقافات ومتعدد الديانات حيث يركز العمل فيه على الذكرى وصدقيني فمن سنة إلى أخرى أصبح احتفالا يزداد فيه عدد الأشخاص وينخفض فيه متوسط الأعمار لأن هناك شباب يأتون من بلدان أخرى لاكتشاف مقبرة جدهم الذين يجهلون تاريخه تماما هذا هو العرفان بالجميل في نفس السياق فقد كنت وراء تبني برلمان الطائفة الفرنسية البلجيكية قرارا لتضمين التعليم دروس في التربية الوطنية والفلسفة وكل تلك المعارك ذات البعد متعدد الثقافات لنبين في النهاية أنه على الرغم من اختلاف اللغة واختلاف الديانة واختلاف الثقافة ففي وقت ما جاء أناس ليحاربوا ويدافعوا عن حرياتنا هذا هو التعايش هو تعايش مختلف عما تحمله الخطب أو عما يجيش في صدورنا بعد أي محاولة إرهابية أو بعد هذا الحدث أو ذاك فإنها مسيرة طويلة الأجل وهنا يكون امتدادها هو مساعدة الناس منذ نعومة أظافرهم على اكتشاف أنفسهم وفي النهاية على احترام الآخر واختلافه وتحقيق تعايش بمعنى الكلمة يتساءل خصومك عن أسباب إدراجك هذه المسألة في هذا التوقيت ويؤكدون على أن تدريس اللغة العربية وارد في المدارس الرسمية وإن كان ذلك بعد دوام المواد العادية فهل كانت خطوتك هذه كي تعترض على ذلك وتقول أن الأمر قد يكون أكثر عدلا إذا ما تم تدريس هذه اللغة مثلها مثل أي لغة أجنبية أخرى أولا ينبغي أن نقول ذلك بوضوح هذا الأمر موجود في بعض الأماكن ويمكن تنفيذه في أماكن أخرى لكن ذلك لم يتم في اعتقادي أنه يجب التذكير من آن لآخر بأنه ممكن ويجب أن يتم تنفيذه أنا ببساطة ألفت النظر إلى أنه في بعض المدارس بمنطقتي يتم تدريس اللغة الصينية من باب المصلحة الاقتصادية حيث يسقر بعض المستثمرين الصينيين بالقرب من مدينة لوفان لانيف في مدينتي هناك دروس في اللغة الروسية تعطى في المدرسة الثانوية وبالتالي فلماذا إذن لا تعطى دروس في اللغة العربية وليس فقط من باب المصلحة الاقتصادية فمسعايا منفتح بالأحرى على اكتشاف الثقافات وعلى اكتشاف الآخر وليس فقط من باب المصلحة الاقتصادية حتى ولو كانت هذه المصلحة الاقتصادية تشمل إضافة اللغة العربية وتنمية بعض الأنشطة لا سيما وأن بروكسل تتميز بالعدد الضخم للجالية الناطقة بالعربية واللهجة المغاربية أليس كذلك؟ بالتأكيد وقد أقول أن اقتراحي واقتراح يندرج في إطار الاستمرارية ويخضع للاختيار وليس للإلزام وهو في نهاية الأمر حجرة صغيرة في بناء التعايش الحقيقي والملموس في إطار الديمومة ألا تعتقد أنه كان ينبغي الإشادة بتغريدتك بدلا من أن يستخف بها كما حدث فعلى الأقل كان لك الفضل في القول لنتحاشى أخطاء الماضي لأنه حينما التزمنا الصمت كانت السعودية هي التي بعثت بمدرسي الديانة الإسلامية هو أيضا أحد العناصر الذي يكون وفقا للمكان الذي نتواجد فيه موضعا للقبول فحين يقال للناس ألا تعتقدون أنه من الأفضل أن تكون هناك شفافية كاملة بالنسبة للطريقة التي يتم بها تعلم اللغة العربية شفافية عن المكان الذي يتم فيه تعلمها وعن كفاءة من يعطون الدروس عن أن يتم هذا التدريس بصورة سرية ومع توجه ما على سبيل المثال أن يتم تعلم اللغة العربية وقراءتها من الكتب الدينية أنا لم أتعلم الفرنسية من قراءة للتوراة وبالتالي وبوضوح فقد يكون الأمر أيضا هو الخروج بالتدريس من السرية المتعمدة أو المسببة أو التي يتم الإنفاق عليها في اعتقادي أن الأمر هو ببساطة برهان على الانفتاح أنا أرى أنه ليس من مصلحة أي شخص أن يكون هذا الشيء أو ذاك موضع شك ويبدو لي أنه كلما كانت هناك شفافية كلما قلت المشكلات لماذا إذن هذا الخلط بين اللغة العربية والإسلام والإرهاب بالفعل هناك نقص في المعلومات هناك أيضا أمور يفضل عدم الحديث عنها هناك أمور نكتشفها من خلال رسوم الكاريكاتير أو ما نقرأه بإيجاز في هذه الشبكة أو تلك هذا هو ما حدث كان هناك حماس ثم إعادة للتوازن لأنه حسب اعتقادي فإن السواد الأعظم من الصحفيين أدركوا أنه بالفعل يجب رفع غطاء القدر كما أنه من المهم تجديد مصداقية اقتراح وتوازنه على أي حال فإن اعتبار هذا الاقتراح ليس بالساذج فإنه يستحق في نهاية الأمر أن يتم بحثه وربما يتم تنفيذه اليوم أنا أتلقى العديد من الرسائل التي تتسم بالرزانة وهي ليست من مجهولين ولكن من أشخاص يقولون إنني على حق وأنه يجب تعميق الفكرة وربما مناقشتها قد يكون علينا البحث عن الطريقة التي نتصرف بها فهذا هو ما يشجعني في نهاية الأمر على متابعة معركته وما يشجعني أن أقول إن ذلك أحد العوامل في متابعة التعايش الحقيقي والذي يعتمد بالأساس على الذاكرة والعرفان بالجميل واكتشاف الآخر واحترام الآخر حتى نقيم معا وبصورة دائمة مجتمعا أفضل وبهذا سوف نتحاشى القول بأنه حين يتعلم المرء اللغة الصينية لا يمثل هذا خطرا في أن يصبح شيوعيا وحين يتعلم اللغة العربية لا يعني أن المرأة يصبح إرهابيا أعتقد أنك لخص الأمر بصورة جيدة جدا هذا ما نتفهمه بالنسبة للغة الصينية وربما اللغة الروسية في ظنه أن تعلم المرء للغة الروسية لا يعني أنه يصبح مساندا لفلاديمير بوتين في قضاياه أعتقد أن هذا هو الواقع فعلينا أن نتفادى الإيجاز لأن الأمر أكثر تعقيدا وخاصة عندما نعلم أن أفضل الناطقين بالعربية في العالم العربي ليسوا المسلمين بل المسيحيين من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين بل وإسرائيليين فاللغة العربية يجري تدريسها رسميا سيادة الوزير في إسرائيل والعديد من الإسرائيليين يتقنون اللغة العربية أكثر من بعض المغاربة الأمازيغ بالتأكيد علينا أن نقول أيضا أن اللغة العربية يتحدث بها مئات الملايين من البشر إنها اللغة الرابعة على المساوى الدولي في اعتقادي أن القدر الذي نتفهم به اللغة الصينية ونفس القدر الذي نتفهم به الأشياء الأخرى فبالنسبة لهذه اللغة بالذات هناك عدم معرفة تامة بها سواء بالتعمد أو بغير ذلك بالتالي فعلينا أن نخطو نحو الآخر وعلى الآخرين أن يخطو نحونا كان هذا هو فحو التواصل مع الوزير المغربي الذي كان موجودا والذي تناقشنا معه بكل حرية ومودة وسوف نعمل في هذا الاتجاه سيادة الوزير هناك أمر يهمك بدرجة كبيرة للغاية وهو المواطنة التي لا تعني الكثير في العالم العربي البعيد كل البعد عن الديمقراطية وقيمها فالمواطنة ترفع من قيمة ثقافة وحضارة جميع البلجيكيين أيا كان من شاءهم أو لون بشرتهم أو لغتهم أو جنسهم أو ديانتهم أليس كذلك؟ لقد قمت في عام 1997 بتقديم مشروع لتدريس المواطنة كانت الفكرة بسيطة ففي بلادنا بصفة عامة يتم فصل الأطفال منذ البداية فهم إما يذهبون إلى مدارس التعليم الكاثوليكي أو مدارس التعليم العلماني أو مدارس التعليم الأرثوديكسي هذا خطأ من وجهة نظري الهدف من تدريس المواطنة هو أن نقول ونعمل بالمنهج الشامل فالأطفال منذ نعومة أظافرهم وخلال تواجدهم في فناء المدرسة وفي الحضانة هم يحترمون بعضهم البعض ويلعبون معا ولا يلتفتون إلى الاختلاف مع الآخر هم يتقاسمون تجاربهم وألعابهم وأطعمتهم فيتم التثور هكذا ويتعلمون أولا احترام الآخر ثم احترام البيئة وشيئا فشيئا يكتشفون معانا العالم الخارجي فيحترمونه بعد ذلك يكتشفون العالم بأكمله وينتهي الأمر بالتربية وبالتعليم باكتشاف جميع الأديان لأن معرفة الدين هي بالفعل أمر جيد ولكن الغرض في نهاية الأمر هو اكتشاف هذه الأديان وثرائها وربما أيضا النقاط المشتركة التي تميزها فليس هناك أي دين يأمر بالقتل لا أعتقد ذلك وبالتالي فالقيام بذلك يسمح لنا بالفعل أن يكون هناك في نهاية المرحلة الثانوية أو في نهاية المشوار الدراسي مواطنون يعرفون المواطنة والمجتمع الذي يتطورون فيه ويحترمون الآخرين فيه بغض النظر كما قلت أنت عن جنسهم ولونهم ومعتقداتهم ويريدون القيام معا ببناء العالم وبالتالي يتحدثون أكثر عن السلام وليس عن المواجهة فباكتشاف الآخر وتنوعه ومنذ صغره فإننا نتوصل إلى مواطنة مسؤولة وملتزمة ونتفادى الطرق المختصرة أو بالأحرى ما نلاحظه اليوم وهو عالم تقوم فيه شبكات التواصل الاجتماعي بإملاء القانون من خلال الطرق المختصرة ومن خلال الخلط فينتج عنها المعارضات وعدم الفهم وأحيانا النزاعات هل يمكننا القول أيضا أن تغريدتك قد أثارت شيئا هاما وهو أن المشكلة أكثر عمقا نعم بالتأكيد في اعتقادي إنها كانت شبه مفاجأة لكنها كانت أيضا من وجهة نظري نتيجة لتجاهل هذه الحقيقة لمدة طويلة كما قال المدون المذكور الذي تحدثت عنه لقد تم رفع غطاء القدر لكن كان هناك بداخله ما يغلي وهذا خطير بالنسبة لمجتمعنا وبالتالي فلنتحدث عن ذلك ونتناول المشكلة فربما نأتي بالحلول وننفذها بطريقة براغماتية ومتدرجة من خلال التربية الدائمة ومن خلال الهيكل سواء في المدرسة أو ما يحيط بنا حتى نكتشف الآخرين من خلال اللغة والثقافة والثراء نتكتشف على المدرسة والكلمة 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 ما هي مصلحة دوائر الإعلام البلجيكي في تضخيم الجدل الذي استمر عدة أيام لقد تصدرت المشهد في جميع وسائل الإعلام البلجيكية لمدة أسبوع تقريبا وحتى الآن بالنسبة لمن يعرفوني فانا أمارس السياسة منذ ما يقرب من ثلاثة واربعين سنة وبالتأكيد لم أبحث أبدا عن إثارة اللغة ولكن من الواضح أن هناك شيئا ألاحظه وهو إنه عندما تثيرين مشكلة ما من شأنها خلق جدل يجري الحديث عنك أنتي لقد تقدمت بإصلاح للخدمة العامة على مستوى الطائفة الناطقة بالفرنسية في بلجيكا فلم يتم الحديث عنه تقريبا لقد تم وبعمق إعادة إصلاح الجيش فلم يتم الحديث عنه إلا قليلا في المقابل حين عارضنا المشاركة فيه سيد فلاو ربما ليس من اختصاص وزير الميزانية والخدمة العامة التقدم بمقترحات من هذا النوع فهو بالأحرى دور وزير التعليم ليس كذلك لقد قرأت ذلك أيضا وسمعته حتى أن البعض قالوا إن صلاحيتي في نهاية الأمر قد انتهت ويعود تقديم هذا الاقتراح الذي يرونه اقتراحا ذكيا إلى آخرين أنا أنطلق من مبدأي أن أي رجل سياسي أو امرأة سياسية هو أو هي هنا لإدارة شؤون الدولة في مجملها وبتعقيداتها فهم ليسوا هنا من أجل تصريف أمور تقع ضمن مسؤولياتهم فقط فالإنسان هو مواطن قبل كل شيء مواطن فعال ومنتخب تقع على عاتقه مسؤولية توضيح المشاكل ومسؤولية تقديم الحلول لتصحيحها حتى يتحسن المجتمع ويتغير كما أن عليه أن يغضب وأن يثور لأنه في اليوم الذي يكف فيه الرجل عن المقاومة وفي اليوم الذي يتبنى فيه رجل سياسة مبدأ الشعبوية من أجل تحقيق مسلك لنفسه في هذه اللحظة لن يكون رجل سياسة مسؤولا ببساطة سيكون فردا يبحث عن طرق لانتخابه وماذا بعض فأنا أعيحين أقاتل على الدوام من أجل المواطنة وأنا في السلطة أو خارجها ومع قوة معتقداتي وقيمي أبغي إحداث تقدم للأمور وسوف يكون هذا سلوكي دائما فاليوم الذي سأفقد فيه هذه الشعلة المقدسة إذا ما سمحت لي بهذا التعبير فأنا أعتقد أن الوقت قد حال لأتوقف وأنا ليست لدي الرغبة في أن أتوقف لأنه ما زالت هناك معارك كثيرة ينبغي القيام بها من أجل الشباب ومن أجل المجتمع لقد كنت من الوزراء البلجيكيين القلائل الذين حظوا ولسنوات عديدة بتأييد شامل حينما كنت وزير للدفاع فكافة الأوساط السياسية وبجميع توجهاتها كانت تقدر العمل المتميز الذي كنت به أنا ذاك فما الذي دعاهم اليوم لسحب المصداقية منك؟ أنا لا أدري إذا ما كانت مصداقية قد سحبت في اعتقادي أنهم يتذكرون بالفعل التعديلات التي أدخلت على قطاع الدفاع ويتذكرون أيضا أننا كنا مجموعة من الأشخاص وبالتالي كنت من بين من عارضوا اشتراك بلجيكا في حرب العراق عام 2003 وهنا بالفعل صدقيني في هذه اللحظة بالذات لم يتم الحديث عن مصداقية وزير الدفاع البلجيكي كانوا يعتبروننا أشخاصا غير متضامنين مع الولايات المتحدة الأمريكية يبغون لانشقاق داخل حلف شمال الأطلسي لأننا كنا غير متضامنين في إمكاني نؤكد لك أمرا وهو أننا في هذه الفترة بالذات كنا قد أعلننا عما يجري اليوم وبالتالي فإذا كان يجب تكرار هذا العمل فسوف نكرره بلا شك لكنه كان أيضا دليلا على أننا نحظى بالتقدير بسبب التغيير حتى وإن قل الحديث عنه لقد جار انتقادنا بل وتهديدنا في وقت ما لكننا اطلعنا بهذه المسؤولية حتى النهاية وحين أقول نحن فأريد أن أقول فعنا ذلك مع الجي هوفستات ومع الوي ميشيل وبالتالي فقد كان هذا سلوكا غير عادي بالفعل لقد رفضنا أن نتطور في برامج مثل تجديد الطائرات المقاتلة في عام 2000 إنهم يلوموننا حاليا على هذا السلوك إلا أنني أعتقد أنه كان هذا هو الصواب بعينه في هذه الفترة وأقول أيضا أن هذا هو ما يشكل الحماس للمهنة بمعنى أن نعرف أن نلتزم ونسبح ضد الطيار ولا يهم النقد لقد اعتدت أن أقول بعد ثمانية عوام ونصف قديتهم في وزارة الدفاع إنني محسن وبالتالي يمكنني أن أقاوم سلسلة من الهجمات علي بدون أي مشكلة سيادة الوزير أنت كرجل سياسي ذو شخصية قوية للغاية يجب على بلجك أن تعول عليك وهي تفعل ذلك بالفعل ولكن كرجل كيف عشت هذا الجدل؟ أجبني بالصدق لقد عشته بقوة إيماني بمعنى أنني طرحت المشكلة كنت أعلم أنها ستثير بعض ردود الأفعال فاردود الأفعال هذه كانت كاشفة عن مناخ عام إلا أنني لن أندم ولن أسحب شيئا مما فعلته لأنني وأنا أشرح ما أريد أن نفعله في واقع الأمر لا أجد اليوم حسب اعتقادي ازديادا في عدد من فهموا قصدي والذين أدانوني الأشخاص الذين فهموا كانوا قد أدركوا أنهم قد تسرعوا في ردود أفعالهم بطبيعة الحال من هم على خلاف معي أو من يرفضون مد أيديهم للآخر أو من يرغبون في الانطواء على أنفسهم هؤلاء لن يوافقوا على المقترحات كما سقطها ولكن تلك هي حرية التعبير في مجتمعاتنا سيد فلاوو هل اعتنقت الإسلام أم هي مجرد شائعات أطلقتها الصحافة البلجيكية وشبكات التواصل الاجتماعي لقد قرأت كل ما جاء في هذا الصدد لقد قرأت بالفعل أنني اعتنقت الإسلام من أجل أن تزوج مسلمة هذا ليس صحيح على الإطلاق أنا أحترم أفكار الجميع وبالنسبة لي فحرية الفكر بالنسبة لهؤلاء وأولئك وحرية التعبير هما في غاية الأهمية إذن وبوضوح لقد قرأت ذلك ما جعلني أضحك ولكن من الواضح أنها مرة أخرى دليل على أنه حين نريد ضرب الكلب نجد دائما العصى وهنا تلقيت هذه الشائعة بابتسامة وأنا أتحمل المسؤولية كاملة أود أن أختتم الحلقة بقول حديث أو مثل عربي أترجمه لك بالفرنسية يقول من تعلم لغة قوم أمن شرهم هل لديك تعليق؟ أعتقد أن هذا المثل صحيح جداً وسيكون مصدراً لإلهامه سواء كان مكتوباً بالعربية أو بالفرنسية سيد الوزير شكراً جزيلاً لوجودك معنا شكراً مجاهدين نأتي إلى ختم هذه الحلقة شكراً على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر